برحب بك كابتن هاني سائل خير جمهور النادي الأهل العظيم في كل مكان مساء الخير اللي بره مصر وجوه مصر برحب بحضراتكم وأول حلقة من أيام الأسبوع في البيت الكبير دايما واثقين في فرقنا دايما أحلامهم كبيرة وإن شاء الله يوصلون بيها البر الأمان إن شاء الله لأنه على مر تاريخ النادي الأهل يمكن عمره ما خابلنا دايما كان بيحقق الطموحات خلينا نقول جماهير النادي الأهلي هو دايما اللي بيخليهم في صدارة أفراقيا زي ما احنا متعودين الأهلي هو المتوج النهاردة بأفراقيا دايما في مقدمة الأندية نهاردة إن شاء الله حلقة هنتبع مع حضراتكم فيها في الجزء الأول تحديدا كل أخبار الفريق كالعادة أي تفاصيل طبعا من ساعة وصول الفريق صحيح الفرق بيننا وبينهم ساعة لكن النهاردة يمكن الرحلة استغرقت حوالي خمس ساعات أكتر شوية على كل إن هنتبع رحلة الطيران دي هنتبع التدريبات هيكون معنا كمان مرسلنا من القنغو زماننا كريم أحمد بعد فقرتنا الأولى إن شاء الله هنتبع فيها أخبار الفريق بشكل كبير وأيضا فيها جزء من أخبارنا العالمية هنتبع مع ضيوفنا اللي هيشرفونا في الفقرة الأولى طبعا زماننا الناقد الرياضي كبير أستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي في جريدة الأهرام هنتبع معا مشوار الفريق في أفريقيا والدوري وغيرها من الموضوعات كمان في الفقرة التانية هنتكلم في نفس الكلام بس مع الكابتن هاني العجيزي مداري الفريق سموحا النهاردة وحديث مهم يمكن فيه أكتر من اتجاه النهاردة كمان يعني حوالين سموحا هاني العجيزي النهاردة يمكن أو سموحا تحديدا بيتعادل في عشر ماتشاط فمالك التعادلات النهاردة سموحا في الدور فنتكلم النهاردة مع هاني في هذا الموضوع كمان وسموحا يمكن لحد الآن في البطولة دي بطولة الدوري ماشي بشكل كويس جدا يعني خلينا نقول سؤال حلقتنا النهاردة عبر وسائل التصال الاجتماعي الجماهرنا مشاهدين كل الناس فيها تخش طبعا وتتوقع نتيجة المباراة بين النادي الأهلي وفيتا كلاب الكنغولي في دوري أبطال أفرق يا منتظرين كالعادة إجابات حضراتكم طول الحلقة طبعا هنتابع الإجابات على فيسبوك وعا انستجرام وتويتر